خلايا يلتهمها سرطان الثدي هذا أحد أكثر السرطانات انتشارا عند النساء يتسبب بوفاة عشرات الألاف منهن شهريا لكن علماء في أوهايو يعتقدون أنهم قد وجدوا سبيلا لإيقافه قبل تطوره فقد طوروا لقاحا جربوه على فئران قابل للإصابة بالسرطان وقارنوا النتائج مع فئران أخرى قابل أيضا للإصابة بالسرطان ولكنها لم تتلقى اللقاح فوجدوا أن تلك التي تلقت اللقاح لم تصب بسرطان الثدي بينما أصيبت الحيوانات كافة في المجموعة الأخرى بالمراضي الخبيث مطوروا اللقاح وصفوا النتائج بأنها مذهلة أمل أن تحصل النساء لدى بلوغهن سنة الأربعين على اللقاح كجزء من مجموعة اللقاحات الضرورية لصحة الإنسان النبأ استقبل بحماسة كبيرة ولكن جمعيات كثيرة تنمية بسرطان الثدي آثرت التحفظ هذه الأبحاث قد تساعدنا على تفادي الإصابة بسرطان الثدي لكنها لا تزال في بداياتها ولم تجرب سوى في المختبرات فلا بد من الانتظار لتقييم نتائجها على النساء التجارب على النساء قد تبدأ في العام المقبل وحتى لو نجحت فلا ينتظر أن يصبح اللقاح متوفرا بشكل كبير قبل نحو عقد كامل من الزمن ولكن بالنسبة لكثيرين فإن في النبأ ما يدعو للتفاؤل بإمكانية القضاء على هذا السرطان المميت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة